ماشي يعني كابتن سامير قض كان بيلعب هناك كابتن سامير قض بداه أنا كن طارن وقت من الأوقات هل صورتك دي وانت صغيرة دي بدايتي في نادي اليوبرس أول ما وأنا في نادي اليوبرس والله كان صور عليك كانت سجنينة اللي تبنى فيها الجامعة دلوقتي أصر الرئاسة معاول كان النادي الامتداد كل دا كانت تابع نادي اليوبرس كان فيه جولف كان واصل لغاية الجولف أرض الجولف اللي مبني فيها المباني اسمها أرض الجولف ونادي اليوبرس بالنسبالي هو حياتي وتاريخ كبير جدا معادي دي بقى كانت بدايتك ولا ايه؟ دا في بدايتي في نادي اليوبرس الجازمة دي بتاع المجاهد الجولف ناحية الجامعة الجامعة الجازمة دي كابتن مجاهد بقى مجاهد مصامير وبتاعه الكلام ده اللي هو يقولك عايز جازمة بكام مصمار صح يا مصامر كان بيجي فصلنيها جزم كابتن مجاهد متلسان بس انت وقف واخد بوز حلوة كنت زمان بقى اه كان يعني كان تاريخ برضو بالنسبالي نادي اليوبرس دي كنت ابتدى الطيران اه؟ ودي معكات الرفاعي وأحمد ماهر والمنزلاوي في نادي الطيران وكان نادي الطيران برضو دو تقوس ونظم معينة طبعا كنا بنطلع مثلا كان عندي مثلا ماتش في البورسعيد في المصري بورسعيد اه وعادل مأمور وعمد المندوه يوم ما تشيل الاعتزال اه والناس دي يعني يعني الواحد يحب الحواليه يحبه ويحترمه طبعا ماهي دي اهم حاجة ده احسن استثمار في الحياة مش عاوزة كلام انت تحب الناس وتحترمهم في حياة تبدلوك الاحترام والحب اكيد اكيد طيب انت روحت الزمالك مين بقى كان انتيمك قوي دي الصورة ليك طبعا انت انت عارب فيه شبه كبير اوه كده من القعدة دي هل تصور دي تاني لو سمحت الصورة دي اه من عبد المنصف البوريفير بتاع عبد المنصف اللي في الصورة دي صورة شباب تاني لو سمحتوا اهي دي احتمال بقى بس اه لا لا فيه برمو بس هل كنت رفيع يعني كنت اه كنت كير الكرش بقى مهيطة طيب هل 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 اه انت شايف اه حارس المرمى ليه مواصفات والذي بقى متميز فيها ايه يا المواصفات اللي المواصفة متوفية دي لحارس المرمى اهام حاجة اهام حاجة اهام حاجة يعني مجموعة حلوة الواحد لها اسامي بقى امين ما تقولين عليهم كده عمر النور وعلي خليل ومحمى التوفيق ومحمى التوفيق كان شخصية جميلة يعني الواحد عصر اجيال والله الحامل بارديسي ده اللي قال على الشمال بارديسي ده مرة كنا بنعب في المحلة وعمر عبدالله اللي عب كراب العرض جنب جدا جات في رجل ودخلت في المقص عنده يعني احنا ليه انا بقول الكلام ده وليه طبعا احنا اه مشكور انت شرفتنا ادي صورة نادي الزمالك بتتعرض على قناة النادي الاهلي يعني ما عندناش حتة العصبية ولا حتة التعصب ولا حتة وبتاع يعني انا مبسوط جدا ان انت موجود معانا وانا مبسوط جدا عشان نقول له كل الجمهور ادي هشام عزمي نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر وادي نجوم نادي الزمالك كلهم الموجودين معانا على الشاشة فعلى قناة النادي الاهلي فانا بقول مش عاوزين بقى فيه التعصب بقى ينشيلوا بقى من دماغنا فالنجوم دي كلها برديسي ده جاب جن فيها في المحلة الله يرحمه فجمهور المحلة كلها قال برديسي روحتهم قويم وقتوله عمر ما حد هتفرق مصر يعني كفاية عادتنا في نادي لوك سانا بقعد معك انت سامير زاير فالحوسي ومحمود طهر وانت عارف زعيم الأهلوية في النادي مين طبعا احمد دكتور رحمد حمدي دكتور رحمد حمدي ده ملك دكتور رحمد حمدي كان بيقف ورايا في شبراوي في متشاة الاهلي ويصفر عشان وقت الهجمة عشان ابص رغم تقولت والبقاوت وابنقدي كده واحنا ترميين سوا وايامها كان في مترو مدينة نصر ايوا كان مترو مدينة نصر ده بيجي من الستاد ينزل على النادي هليوكليس وحمد راكب المترو ده ده بينزلك قدام النادي اه ينزل بقى الجمهور الاهلي في الملع في المترو كباة انا عارف بيت الكابتن هشام يا احمد يا حمدي ويجيب الجمهور تحت السلمة لكل عادي ويقضي ويبتبه يا احمد ده احنا احنا اصدقاء بيحل من الطفولة اه لا يعني ايام الواحد ماينسهاش والعلاقات الليه بتميز كات لعيبة الزمالك والاهلي زمان غير يا معرفش ليه الاحتراف غير في المفاهيم ليه احنا احنا كل النفس اتغيرت الناس ما بقتش هي الناس ليه 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 نمينا كده يعني المفروض العلاقات دي تبقى احسن من كده بقى فيه علاقات انسانية بيننا ومن بعض اللازم بقى فيه علاقات وسرية بيننا ومن بعض احنا زمان كنا كده بص حدك ظروف الحياة النهارده اختلفت النهارده الحياة بقت صعبة على كل الناس الست اللي كانت قاعدة في البيت بتربي ولادها بدا تنزل شوق تنزل تشتغل الراجل بيشتغل مرة واثنين وثلاث عيلا مطحونة فالأولاد ما بقاش ليهم توجيهات في البيت فيش منطرات تحطهم زائد ان المدارس النهارده ما بقتش زي المدارس تاع الزمان اكيد فالنهارده الولاد ضحايا التوجهات اللي هي خاصة بمفهوم الرياضة كان زمان يقولك يا عم خلي عندك روح رياضية في الشارع ايو انه النهارده الكلام ده مش موجود بقاش حتى تمشي فيها بالشارع انفعالات غير مرغوب فيها في الملعب المصري زمان كان اكتر هتاف ضد حكم شيلو الريف شيلو الريف وهاتو عصائي ده اكتر هتاف او صفارة او صفارة اه لما النهارده الناس بتطلع انفعالاتها كلها في المدرجات الصورات يعني جواها بتطلع الانفعال ده وده مطلوب انطلعه بس يطلعوه بأسلوب حضاري كل واحد يشجع فرقته بالطريقة اللي تتناسب معاه ويشجع الفرقة التانية يعني مين كان انتيمك في النادي الاهلي؟ يعني صلاح طبعا حسني وانت مصطفى برضو ما كنت بتيجي صفوة عبد الحليم الله يرحمه الله يرحمه صفوة عبد الحليم لو كان ظهر في جيل غير زيزو والخطيب كان زمانه عدد هو فكهة الكرة المصري شعب زي كلام يعني اما لاتوا منتخب مصر لقيت ان واجبي على ولادي وصحابي في النادي هليوبلس ان احنا نعمل مباراة خمسية احنا اول ناس عملنا خمس في السنتر كورت في السنتر كورت فعندي صور مع حتى معادي الوزير عبد منا مع مارة كان بيجي معادي وعلي بو جريشا وامين دابه صفوة الله يرحمه كان بيلبس جزمة باتة البني هذا متعن وفايع الصغير وكان ممكن اما يخش علي انفراض مثلا في خماسي اطلع له برا عشان حطها لب عشان ما يهزقنيش لا 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 صفوة الله يرحمه كان ملع وامين دابه في ملع في ناس كانت ومصطفى يونس ومصطفى يونس في الكورة دي في يعني نادي اليوبرس بالنسبة لنا بيتنا التالي ققت مع نادي زمالك كان بطولة ما فيش إلا كاس مصر بس كاس مصر سنت مصطفى خلاص بقى الزهايمر مكتوب عندك هذه صورتك هي مع الوزير وانت في نادي اليوبرس في استطاع حمامات السباحة دكتور محمود حسن ودكتور عب منع معمارة ومعاني الوزير أنديل اللي كان ممول وصلاح دانش عالشمال من أبطال قوات الجوية وكان عضو مجلس أدارة معانا وكان مميز في ألعاب المية يعني كانت مجموعة جميلة وكمال هنري أبا دير الوزير واقف وراء هل هو كان وزير المواصلات أيوة اللي هو أبو نبيل بادير أبو نبيل بادير يعني دي الفترات اللي هي الواحد كان في نادي اليوبرس دا بيعتبره بيته مين في نادي الزمالك زي ما قلتلك ورجعنا السؤال خدنا اللي كان أنتي مكاوي في نادي الزمالك وانت بتلعب أنا كل اللعيبة أصحابي كل اللعيبة كلهم أصحاب ما فيش لعيب معين بالعكس أنا كنت أول واحد أخش أدافة عن حقوقهم لأن ما كانش له طلبات خاصة مع مجلس دارة نادي الزمالك نعم فكان كابتن حلم يقول لي أنت المحامي بتاع الفرق أقول له أني شو محامي أنا بجيب حقوق اللعيبة وكنت بكلم بقلب جامد لأن ما عنديش حاجة حسن مختار كمان ويرحمه كان صديقي المقرب حسن مختار يا سلام حسن الله يرحمه ورجاء الله يرحمها يعني حسن على قصة الحب مع رجاء السورة دي كان سنة كم؟ أعتقد 75 في الفترة دي كلها دا كان متش زمالك وأهلي بارتو دا علي الحليل وكان غانم سلطان وحسن شحة وحلم طولان ومحمد صلاح حسامي منصور تحت وراهم علي خليل وطريق غنيل ووحمد توفيق روجعفر الخواجة و bajفرمحمود الخواجة كان جيل جميل جدا دا اللي جنب حسن شحة كان حلمي طولان حلم طولان نحي التاني غانم سلطان وغانم سلطان اه بس كان زال خواجئات طيب ومن ناس ببقى حلمي طولان نعم أنا ترير لحلم طولان تعالى نشوف حلمة هيقولك